تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زينة بخالص التهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل محفورة في عقل ووجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة من إرساء للعدالة والمسواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن